هو بيعرف يوس دي النصائح الناس بتصق في رأيه لان عقله ما شاء الله هو كمان زي الجدي في الحتة دي بياخدوا بالهم من حاجات الناس الطبيعية متاخدش بقى منها خلينا نكون fair دا دي دا نوع من أواع الزكاء النادر الصراحة أزكية فعلا ودايما الدالو لازم يكون هو السلطة السلطة بتنبى من عنده هو القائد دي حاجة مش سهلة يا دالو لازم تستعملها كويس ما توسقش استعملها بمعنى صح خلينا نخص القرية بسرعة في معافاة يا دالو زي ما قلت الناس اللي كان عندهم سحر أو حسد أو حال نفسية سيئة أو أي حاجة من تعب عضوي ان شاء الله بيتيبوا وبيخفوا وبيبقوا أحسن ان شاء الله في فلوس جاية لك من شخص كبير في هنا حيرة من حاجة وانت مركز في حاجة ومش واخد بالك من حاجة مهم لك تحصل ورق خلي بالك في علو شأن وحالة يعني تحفيز والناس مفسوطة بيك وفخورة بيك كده أصبر الصبر مصباح الفرق أصبر على المنافسة اللي انت فيها دي عندك منافسة شديدة يعني وانت واضح ان انت متوتر حاول تستعيد التوازن بتاعك وتستعمل زكائك المعتاد يا دلو ما حدش يقدر يحقق قدامه الصراح الدلو من أزكى الأبراغ من أزكى الأبراغ فعلا استعمله بدل التوتط حط ده مكان ده تفهمين قصدي؟ داخل على حاجة جديدة يا دلو حاجة انت مكنش متعود عليها وطريقها طويل انت قادر بالحاجة دي نخلي بالنا الورنين هزا البورس شخص قريب منك وبيتغز عليك اوكي؟ وبيصح مش صحش كويس او على الاقل مش بيتمنى لك الخير اا نخلي بالنا زي ما قلنا اعداءنا يكونوا اقرب من صحابنا لازم تحط تحت عينك كده وتبقى فاهم وعارف ان هو مش بيتمنى لك الخير ومع ذلك موجود ايه الجماد ده؟ برضو 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 طلعه الامبراطور فيش فايدة فيش فايدة الثالث عزة نفس اا يعني ما هو شارك نفسه شوية فيه سن الضروف بس هو شخص يعتمد عليه وعنده كبرياء طبعا وعزة نفس زي ما احنا عارفين ما ينفعش تدوس على طرف الدم ما ينفعش بس عنده ايه بقى؟ الصحة هي تحسن الصحة كويسة فيه حالة مرح حالة امان حاسس بامان زي ما احنا شاهدين كرت الشمس من اقوى الكروت طاقته قوية جدا طاقت الشمس يعني طلعاله عنده طاقة حلوة جدا عنده حاسس بامان متحوط بصور بيصرف بعطوية وفيه لعب وفيه في حالة انبساط الحمد لله وحالة نجاح طبعا ده بيدل على الصحة وعلى النجاح تمام؟ الناس بقى اللي عايزة ارتباط ننتدل اهو احتفال اجازة خد اجازة اللي محتاج اجازة او ممكن يكون ده احتفال بزواجها يعني فيه ناس حيتم بزواجها ان شاء الله او الناس اللي تم بزواجها وحسن هي محتاجة اجازة او اجازة ده وقت مناسب جدا ان اتاخدوا break اتاخدوا اجازة قبل يعني متبتدوا الشغل اللي بزيدي ترجعوا للشغل اللي بزيدي صبر بردو ادالوا هنا شكل المرحلتين صبرين على حاجة فيه حاجة عاملالهم عب وصبرين عليها ومستنيين وهم مستنيين حاجة يمكن تكون تطور المادي ولو ده اللي انتم مستنينون ان شاء الله هيحصل فيه تطور المادي تطور كويس جدا في الحالة المادية وحالة اكتفاء وكمان حتبتدي بيوصف انك شخص سخي وكريم كمان حتبدي حاجات لناس محتاجة برافو عليك يا دلو حالة كويسة جدا جدا بردو ادالوا عنده قرارين محتاجة ياخد قرارين بقرارين دول شبه بعض اجابة الترفة ده تبشو ورق احساسة كده ايه شو ورق احساسة الاحساسة هيقولك عليه وبردو على كيك هدالوا عنده الموضوع ده احساسه دايما بيكون صح بعد ما هتاخد القرار ده هتفوقف المرحلة جديدة وهتكون متطلع لها جدا 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 وهتسمع خبر حلو في خبر حلو جاي لك يا دلو انت كنت مستني مستني بفرغ الصبر ان شاء الله هتسمع الخبر الحلو ده الموضوع ده العلاقة بجواز انا مش عارفة او عودة حبيب ابي او عودة صديق او عودة حد انت قريب منك جدا هيرجع يتواصل معك ثاني وحيقدم لك شيء ده اللي انت كنت تصبر عليه بردو الامبراطور الحاكم انت اللي بتقمر تطاع تحب يسمع خلمات في كل حاجة وكمان انت اللي عليك عب المسئولية انت المسئول الاول والاخير سواء بقى حطه الموضوع ده في اي حتة اخر كبير في استخواته زوجه وبيته يعني جد كبير هو ده المسيطر وهو ده اللي بتسمع كلامه وهو كسب المكانة دي من خلال مسئولية الهوشة حاجة حلوة جدا من يدل احتفلات جوازات شمس طلعة الصحة حلوة الحمد لله صبر على الشيء وهيجي لك حاجات حلوة قوي خبر حل بداية جديدة حلوة جدا انت متطلع لها قوي عودة حبيب قديم او صاحب قديم او قريب قديم يودك ويعني يبذلك شيء حيرة من موضوع الماء بس الحيرة دي مش يورق احساسك بيها يا دلو ان شاء الله احساسك حيدلك على الاجابة الصحيحة اي دي المجموعة التانية برج دلو القراءة العامة هنشوف دلوقتي دقيقة كده بردو ونشوف الحالة العطفية اخبارها اي القوف لسه لسه ما قلناشه القوف افتكه اه لسه بتاعرف شيء واحد هو امت دولي على كومنت حبيبتي بجاوب على كومنت بعد ما بخلص القراءة وما ينفعش ازاي حقرة حاجة وارجع بص على كومنت بالعقل هخلص القراءة وارب بعتيلي دلوقتي وقرالي امان وفرح نجيك يا لمدة خالص حضرتك ليه كده يا برينسس بس ان شاء الله ربنا يبعطك حاجات كويسة تفقلي بس كده تفقلي وعليكم السلام يا نيرا اهلا اخيرا يا انس ايه 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 اوكي اوكي ايشم دي مسحة يعني اوكي ماشي اوكي 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 بعض حبيبية قلبي يا منا زيك الجادي حاضر قريب جدا القوص انا زعلينا قوي من غماك زعلي يا فرح ان شاء الله هنقوله قريب قوي 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 ولا زعلي خالص اوكي احنا بنلعب هنا احنا بنلعب مين قالك ان انا عارف حاجة انا عارف حاجة خالص طب بص انا كنت سايباك تقول كل اللي انت عايزه وتمتقد زي ما انت عايز ان انا تقول عليك كفرة خد انت بقى الزنب ده وتفضل كتير من هنا مش من حق تقول عليك كفرة خالص انت دخلت جواي عشان تعرف انا مين يكون احسن منك مرة عند ربنا باي يلا نشوف الحالة العطفية للمنموعة الثانية نرسي الاناس قوي منتظر حبيبي يا رب يرجعلك يا نور يا رب السمطوم تلاتة علشان يعني تكون اقرب يعني يكون عندنا معلومات اكتر انما لو قلت البورد كل عباده في قراية واحدة مش حيبقى فيه تفاصيل كتير دين فرحتين ان شاء الله يا كاتوشا باذن اللي حبيب ممكن اعرف ونشارك ايه ونزور طماغين طب نانو انا معليش سوري يا ولات ده موضع مش ان المقو خالص مش علي الدرجة انا مش عارفها يا حبيب ترس انا عارفها الاسم اسمه صندري يعني هتروحي للكوافور بتاعك وتؤدي لي عايزة اعمل صندري بس صعوب من بنيات يعني احنا بنيات بشكرك يا عيماد بشكرك قوي انك دي يجب حاجات صحة كتير عن بورجيت اوكي المرستية دي يديرة على المانشن مع الكلام الحلوي ده طيب اتاخرنا على القرية اا نبتدي دي القراءة العاطفية ايه المجموعة التانية اا بورجيت دالي احنا يا ترى اختارت الا اختارت القراءة الخاصة بتاعت النهاردة اقابل подарم اقبأ اقابل Forces اقابل ليه كده بقى للمجموعة التانية اصلوا بينا عالنبي وزي ما قلت لكم اخدوا الكلام ده ورموه في البحر. ما تسمعوش منه حدا خالص. ان شاء الله يكون غلط ويكون كل بقوله ده زي ما قال الاستاذ اللي تعملوا ببن من شوية انه ده ايه كلام. وهو اتباع من ايه كلام. ايه اللي ظهر هنا ده ده الدلو. في حرب. قد احنا هوا في حرب. بس بيكابر. بحرب مع شريك ومش حرب بره. اه بحرب مع شريك. اه وبيكابر وعايز يبين انا ولا يفرق معي. بس هو من جوه مش كويس. يعني هو لو ازهر لك ده فهو مش كويس. هو من جوه عبر. اه نفسه في ايه? the high priestess يعني. the high priestess دي معناها انه يا اما فيه سر بينفدح في حاجة تشريكو نخذليها عليه نفسه يعرفها نفسه السر ده ينفدح. او نفسه اه العلاقة يكون ديها شوية قدسية. يكون ديها ثقة اكتر او فاهمين قصدي فيه مشكلة في الثقة عند الدلو هنا. مجموعة تانية. شايف شريكو ازاي? عشرة. عشرة طويلة جدا. حب اه عارفين الوش المقلوف ده بتاعه اللي هو عارفه اللي بيطمن له. اه شايفت كده? وشخص عبطاء يعني بتديله كتير. الدلو اخد يعني بياخد منك كتير. انت بتديله حلالك كتير بالك. الطفا ما بينكم فيها انهيار لشيء. كان موظوط حياتكم وبانهار. الانهيار ده انا اعتقد انه هو اه يمكن حاجات مستخبية كنتم خبينها على بعض. اه بانهيار البورج ده الصورة هتتتضح. بس لما الصورة هتتتضح هي مش هتتتضح وخلاص لاها هتتتضح وحيحصل معها تداعيات كتير. بس تفيه انهيار للشيء كان اه حاجة بالرؤية. ما كان الدلو مكانش شايف. او شريك الدلو مكانش شايف حاجة معينة. وهيتدي بقى ايه يشوفها وتظهر والحقيقة تباني. شريك الدلو نفسه في الطاقة اكتر طاقة انتصار وقوة مش قابل بالهزيمة. عايز برضو يبان زي دلو بالزبط. انا ولا يفرق معي. بس شريك الدلو شايفه متبهد الاكتر. عايز ايه عايز خانق. اسخانق جامد جوا غضب جوا غل كتير 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 قوي الغل ده. بس شايفه ازاي شايفه شخص كريم يعني بغض النظر عن كل اللي بيحصل ده فهو شايفه ان هو شخص كريم. وشخص عنده عطاء برضو. يعني ما شاء الله انتو الاتنين عندوكوا عطاء شديد جدا. الشهر ده انتو قاعدين بقى في حالكو تماما فيش اياه حاجة وفيه عقرب طرعلكوه من ورا عمال يلدع. مشاكل بقى بيحطوكو في مشاكل فيه مشاكل جامدة جدا ظهرت من كسبب هذا العقرب. ده شخص قريب. في ظلم وقع على حد اما الدجوة او شريكو. في ظلم وقع على حد فيهم. زعل بعض. كل واحد اه برغم العشرة بقى شايفين بقى العطاء والعشرة والمشاعر وكل الحاجات دي. في بعض. مش انتصال. لكن بعض. والبعد ده دايما احسن. ده احسن حالي بتعمل فرادة اللي الدو في ده. طيب. مين مظلوم؟ مين تعبين؟ الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة